السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصائح مهمة للمسحور والممسوس والمعيون تمسك بها فيها فوائد عظيمة أولا احرص على التحصينات الشاملة لنفسك ولبيتك وفي الأماكن التي أنت تتواجد فيه هذه التحصينات تشمل أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم دائما اسمعها شغلها سواء في التلفاز سواء في المنزل سواء في الراديو في المقابل ابتعد عن كل ما يضر هذه التحصينات من وجود صور في البيت أو تماثيل أو موسيقى أو أغاني أو ابتعد عن المعاصي والعياذ بالله احرص كل الحرص لسماع الرقية الشرعية وكرر السماع أثناء النوم وابدأ بالسماع بصورة متكررة وباستمرار ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات خلال اليوم كله ثم خذ ورقة وقلم اكتب الأعراض التي تطرع عليك أثناء سماعك للرقية مثلا شعور بآلام أو بصداع وسجل الآيات التي تتأثر بها كلما سمعت الرقية في هذه الورقة يعني لأنك تشخص حالتك الخاصة ما هي الآيات التي تتأثر بها عندما تسمعها لأنك أنت تستطيع أن تشخص نفسك عندما تسجل الآيات التي تتأثر بها وقت سماعك للرقية الشرعية فعلى سبيل المثال للحصر عند تأثر الإنسان بآية واتبع ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا هذه في صورة بقرة آية 102 تدل على أن الشخص مصاب بالسحر إذا تأثر بقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء معناة هذا مسعاشق فإنك بأعيننا فهذا يدل على عين وهكذا تقيس باقي الآيات احرص كل الحرص أن تكون الرقية الشرعية في جهازك سواء في الموبايل أو في الكمبيوتر أو في أي جهاز أنت تقتني الآيباد حتى تكون الرقية متناولة بين يديك أينما كنت؟ أيضا نصيحة أقدمها للإخوة والأخوات الذين هم في المستشفيات بسبب أمراض العضوية وبعضها غير مشخصة اسمع الرقية الشرعية اسمع الرقية الشرعية وتوكل على الله واصلح نيتك مع الله سبحانه وتعالى ثم انتظر الشفاء بارك الله فيك هذه نصائح عامة أقدمها لمن يعاني من أنا من جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا